اهلا بكم الى الموجز السابع من ليبيا لكل الاحرار اقتحم مسلحون مقري شركة ليبيانا للهاتف المحمول وليبيا للاتصالة والتقنية مهددين بحرقه وذكرت مصادر لقناة ليبيا لكل الاحرار ان المقتحمين طالبوا بيقاف خدمات الانترنت والاتصالات عن ليبيا بالكامل وليس عن المنطقة الشرقية فقط كما اهرد في بعض وسائل الاعلام هذا ومزال المهاجمون موجودين في مقرين الشركتين اعلن مركز الدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية البدء في عملية حصر النازحين من مختلف المناطق للوقوف على اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وافاد عمر البندق رئيس مجلس ادارة مركز الدراسات الاجتماعية ان هذا العمل والذي سيشمل كل مناطق البلاد سيوفتر قاعدة بينات ومعلومات حقيقية عن النازحين الذين تركوا حاجياتهم وامتعاتهم ووراق هويات بالثبوتية بالاضافة الى التعرف على اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والوقوف العملي على معاناتهم داعيا المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة لوضع قضية النازحين ضمن اولوياتهم تمكن افراد من اللجنة الامنية العليا المؤقتة التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع كتيبة الشهيد محمد عبدالله العلام التابعة لللواء السادس مشاوب وبعد التحريات والمتابعة تمكنوا من ضبط شاحن صهريج وقود تقوم بتعبئة الوقود والتوجه به الى المنازل والمزارع بدل المحطات الوقود وذلك للمتاجرة به وتهريبه الى دول الجوار وتشهد مناطق الجنوب سوقا رائجة للمتاجرة وتهريب الوقود من اجل تشكيل رابطة ضباط الصف والافراد لدعم الوطن والمواطن وكان منتسب رابطة شهداء شرطة اجدابيا قد اصدروا بيانا الاثنين الماضي اعلنوا فيه عن تشكيل فريق عمل لتطهير مديرية الامن الوطني بالمدينة مما وصفوهم بالعناصر الفاسدة ودعا منتسب الرابطة في بيانهم كل الضباط الشرفاء في المدينة للانضمام اليهم والمساهمة في هذه الجهود التي تسعى الى تطهير مؤسسة الشرطة من العابثين واصحاب المأرب الشخصية التقت لجنة تضم عددا من اعضاء المؤتمر الوطني العام حكماء وعيان منطقة اوجلا ليقناعهم بالمشاركة في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وضمت النائب العام لرئيس المؤتمر الوطني العام عزدين العوامي وعددا من اعضاء المؤتمر حيث كان في استقبالهم اعضاء المجلس المحلي وعيان اوجلا واستمع الوفد الى اسباب عدم مشاركة المشاركة ووعدوا بنقلها الى المؤتمر الوطني العام لاتخاذ قرار مناسب حيالها أعلنت وزارة الصحة السعودية وفاة سعودي بفيروس كورنا ما يرفع العدد الكلي للذين قضوا بهذا المرض منذ انتشاره في المملكة إلى 56 شخصا وقالت الوزارة أن الرجل الذي يبلغ من العمر 73 سنة كان يعاني من عدة أمراض مزمنة كما تحدثت الوزارة عن ثلاث إصابات جديدة بالفيروس الأولى والثانية لسيدتين تعملان في القطاع الصحي ومخالطتين لحالة مؤكدة وليست لديهما أعراض والثالثة لرجل يعاني من عدة أمراض مزمنة ويلتقى لأن تلقى العلاق في العناية المراكسة وقضوا 30 شخصا توفي منهم 56 منذ ظهور المرض كبل أكثر من عام حسب الوزارة في العراق قتل 23 عسكريا على الأقل بينهم ضباط كبار اليوم أثناء مداهمة الجيش لوكر يفترض أنه تابع لتنظيم القاعدة بمحافظة الأنبار غربي البلاد ومن بين القتلى قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي وأيمر لواء الأول وعدد من أركان الفرقة بينهم عمداء وعقداء وضباط من الرتب المتوسطة علاوة على عدد من الجنود ويشهد العراق على مدار الأشهر الماضية هجمات دمية قتل خلالها الألف أعلن الأخضر الإبراهيم ينبعث الجامعة العربية والأمم المتحدة بشأن سوريا أن الأمم المتحدة لم تتوصل بعد لاتفاق بشأن مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة السورية بسبب رفض الولايات المتحدة لهذا الأمر وقال الإبراهيم في مؤتمر صحفي الجمعة أن الشركاء الأمريكيين ليسوا مقتنعين بعد بمشاركة إيران ستكون أمرا صائبا إلى اللقاء